اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليكم اليوم خمسة فضائح لن تنسى من العاب ريو شدوا الاحزمة لننطلق خامسا بلاغ كاذب في السبع عشر من شهر غشت عام 2016 تم منع السباحين الامريكيين جونر بنتز واجاك كونجر من ركوب الطائرة التي كان من المفترض ان تعيدهما الى بلدهما وذلك على خلفية الشكوك حول ادعاءاتهما التعرض للسرقة تحت تهديد السلاح في العاب ريو دي جانيرو الاولمبية وقامت باحتجاز بنتز وكونجر للتحقيق معهما في حين اوقفت زميلهما جامس فيغان قبلهما عندما كان لا يزال في المطار وقبل ان يدخل الى الطائرة فيما تمكن السباح الرابع رعين لوكتي من مغادرة البلاد بداية القصة كانت من طرف والدة لوكتي التي اعلمت السلطات ان ابنها تعرض لمضايقات من قبل بعض الشرطة كانوا يحملون شارات مزيفة وعزز ابنها هذا التصريح بتصريح اخر يدعي فيه انه تم القاؤه على الارض وسرقة محفظته من قبل منتحلي صفة الشرطة لكن لسوء حظهم اظهرت كاميرات المراقبة عودة السباحين الاولمبيين الى القرية الاولمبية وبحوزتهم جامع املاكهم والثمينة وكشفت التحقيقة ان السباحين قاموا بتخريب احد محطات الوقود وذلك في وقت يزامن الوقت الذي صرحوا به باعتقالهم المزيف بعد وصول رعين الى الولايات المتحدة اعتذر امام الصحافة للسلطات البرازيلية بينما كان زملائه يواجهون التهم وامكانية السجن في البرازيل رابعا فاضحة المسابح بعد ظهور العديد من النتائج الايجابية في سباقة السباحة في اولمبيئة ريو ظهرت العديد من التساؤلات حول مدى امكانية تحقيق مثل تلك النتائج خصوصا في صنف الاناث التي كانت افضل من نتائج الذكور مما جعل ادارة الدورة تكثف من تحليلات مكافحة المنشطات والتي كانت كلها سلبية تنامت الشكوك حول امكانية تعرض المسبح نفسه لبعض التلعبات الحسابات العلمية التي قامت بها جامعة انديانا اظهرت ان بعض الخطوط في المسبح كانت معززة بطيار مائي وقد تبين ان اربعة خطوط كان بها طيار مائي مما حسن من اداء السباحات وخصوصا القريبة من الخط الثامن حيث كانت قوة دفع الطيار اكبر بصفر فاصل الثاني بالمئة وقد تبين ايضا ان نظام التصفية كان مسؤولا بشكل كبير عن هذا الطيار فاضحة اخرى كانت قد ظهرت في احد مسابح القفز الاستعراضي والذي تحول من اللون الازرق الى الاخضر وقد اوضح المنظمون ان سبب تحول لون المسبح رجع لزيادة في كمية ماء الاكسجين مما جعل عملية التعقيل محايدة ثالثا سوء التنظيم مع توالي الفضائح حول اولمبياد الريو القت الشرطة البرازيلية القبض على احد اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية بتهمة بيع تذكر دخول المنافسات بطريقة غير قانونية مما جعله يواجه سبع سنوات من السجن واظهرت التحريات انه تورط في بيع الف تذكرة مما جعله يحقق ارباحا بمجموع عشرة ملايين دولار وقد بلغت تذكر نهائي كرة القدم وحفل الاختتام ثمانية الاف دولار بسبب هذه التلعبات واستمرارا لمسلسل الفضائح عبرت ادارة الالعاب الاولمبية عن اعتذارها الشديد بسبب قتل احد حيوانات الجاكوار المهددة بالانقراض اثناء تصوير لقطات لشعلة الاولمبية حيث هاج الجاكوار بعد استفزازات من الجمهور مما جعله يخرج عن السيطرة ليضطر فريق الحماية الى اطلاق النار عليه لم تتوقف فضائح التنظيم هنا اذ اعلنت ادارة الدور عن وفاة اثنين من مغامري القفز المظلي اثناء تدريبات حفل الافتتاح التلاعب التحكيمي عقب اجتماع طارئ صرح كريم بوزيدي المدير التنفيذي لجمعية الملاكمة بسحب ستة حكام من العاب الريو عقب انباء عن العديد من الخطط لتحديد البلدان الفائزة بالميدالية الولمبية حيث تلقى العديد من الحكام رشاو لترجح كفة بعض الملاكمين مخاوف الجمعية العالمية تحققت عقب اعلان بعض الملاكمين كفائزين في مباريات كانوا فيها الطرف الاضعف طيلة اللقاء وقد صرح الملاكم الايرلندي ميشيل كولن انه كانت هناك محاولة لتعويضه عقب خسارته بقرار تحكيمي مما جعل فرضية التلاعب ثابتة في حق الحكام خلال العاب لندن 2012 اظهرت تحقيقة ان اذربيت جان قدمت رشوة بقيمة 9 ملايين دولار لترجيح كفة ملاكمين اثنين للفوز بالذهبية في اوزان مختلفة اولا واخيرا المنشطات قبل بداية الالعاب الاولمبية تم اتهام البرازيل بالتحيز للعبيها وتقريص عدد اللاعبين الموضوعين تحت اختبارات المنشطات للثلث فقط وقد وصفت المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات ان وضعيها البرازيل غير مقبولة بتاتا حيث ان قلة التحليلات شاملت جميع الدول ومع ذلك تم استبعاد احد العدائين الكينيين عقب اتهامات له بتقديم رشوة للتلاعب بتحليل المنشطات الخاص به وضبط اخر استبدال العينة المستخرجة منه بعينة اخرى ادارة كشف المنشطات ابدت تخوفها ايضا من التلاعب الجيني للرياضيين حيث اخذت العديد من العينات للتحليل الاشعاعي مرجحة ان العديد من الرياضيين قد قاموا بتعديل على الحمض النووي لزيادة فعالية الجسم ومضاعفة عدد الكريات الحمراء ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم